وزارة الأثار بالفعل عملت حفير هناك وطلعت إن كان فيه مينيا موجود هنا لذلك أنا أعزو لحضر لك إن الأرض المصرية كل مكان تحفر فيه تلاقي أثار بس مش تلاقي أثار لقاء أثارية عشان بس الناس بتعمل خلق الأثار مش مش لقاء أثارية الأثار معابد أهرامات مقابر معلومة المعلومة هي اللي بتدينا إزاي نعمل تاريخ وتأريخ يعني إحنا ممكن التاريخ ده أما نلاقي نص مكتوب التاريخ من خلال الملامح الفنية نقدر نقول إن التمثال ده مثلا عصر دولة قديمة دولة حديثة دولة وسطة من خلال العمل في الحفير إن أنا يعني أعتقد إن الحفير دي أهم حاجة عملت وأهم مجال في الأثار المصرية لأنك بتستخرج كنوز المصرية الكدومية وبتضيف زي ما حضرتك تفضلت وقلت الحاجات النقصة عندنا أما بنعمل حفير بنقدر نعرف الطبقات الأثارية بنقدر نعرف الناس دي هي عايشة إزاي هي إزاي أبداع برضية واحدة ممكن تطلع لنا عمليات جراحية الفرعنة عملوها عملوا صوابة عملوا عمليات باترة عملوا عمليات في القلب عملوا يعني كانوا بيحطوا العيون يعني التقدم في كل المجالات ده على رأسهم الفلك اللي أنا أعتقد إن الفلك ده من أعظم المجالات اللي من مصر عملته كل ده حاجات بتضاهي أسرار الحضارة يعني المصرية اللي علمت كل المتعلمين في العام ترجمة نانسي قنقر